اشتركوا في القناة وخلال اللقاء أكد معالي رئيس مجلس النواب الحرص المشترك لمواصلة التعاون البناء والإنجاز المثمر لصالح الوطن والمواطنين مشيرا معاليه إلى أهمية الوصول إلى رؤى توافقية مشتركة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وفق أفضل الآليات التي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتوجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقا والمساهمة في رفع المستويات المعيشية للأسرة البحرينية وأوضح معالي رئيس مجلس النواب أن ما تحقق خلال الاجتماع من توافقات مشتركة على البنود الأساسية والرئيسية لصالح الوطن والمواطنين بشأن إعادة هيكلة الدعم سيسهم في تسريع وطيرة الإنجاز في الفترة المقبلة بكافة التفاصيل والآليات والمعايير والاشتراطات التي سيتم الإعلان عنها وفق الإجراءات المتبعة من جانبه أثمن معالي رئيس مجلس الشورى الجهود المثمرة التي يبذلها أعضاء السلطة التشريعية في لجنة إعادة توجيه الدعم الحكومي وحرصهم على استمرار التشاور والتعاون مع السلطة التنفيذية من أجل الوصول إلى صيغ توافقية تعزز المصالح الوطنية وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن استمرار تبادل الرؤى والأفكار بين أعضاء السلطة التشريعية والوزراء والمسؤولين بشأن الاستثمار الأمثل للموارد المالية وتوجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقا يعكس اهتماما وطنيا وحرصا على وضع أنظمة شاملة ومتكاملة تأكفل تعزيز الاستقرار المعيشي للأسر البحرينية مثمنا التزام الحكومة بوضع الميزانيات المستجيبة لبرامج الدعم الحكومي وحرصها على صرف مبالغ الدعم وفق الإجراءات التنفيذية المقررة من جهته أكد سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن مصلحة المواطن أولوية دائمة وتبنى عليها كافة البرامج ومن أجلها ستتواصل الجهود والتنسيق المشترك بين سلطتين التشريعية والتنفيذية بروح الفريق الواحد فريق البحرين لكل ما من شأنه تحقيق المزيد من النماء والازدهار لمملكة البحرين وأبنائها مشيرا إلى أهمية تعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي وذلك وفقا للقوانين والأنظمة